لما بنقول إن واحد قبل ما يزرع يعمل أشعة ثلاثية الأبعاد ناس تقول لك ده هم بيقولوا كده عشان مثلاً دكتور أحمد عنده جهاز أو الدكات اللي دول عندهم جهاز أشعة ثلاثية الأبعاد فهيكلفني فلوس طبعا أنا عامل أشعة بانوراما أنا جاي وعمل أشعة بانوراما في مركز جنب البيت ليه دخليني نعمل أشعة ثلاثية الأبعاد طيب هو متوفر الجهاز بتاع الأشعة ثلاثية الأبعاد وممكن أكشف على حد بانوراما ممكن أكشف عليه بانوراما بس أنا بخليه يطلق لي أعمل أشعة بعد دقيقتين موقعت معي علشان هو بيقول لي أي حاجة أولو مش عارف معرفش وبجد معرفش أنا عندي أشعة تودي أو مفيش أشعة خالص وهو بيسألني هحتاج بنا عظم معرفش أنا أعرف منين أنا ما عنديش أشعة أشوف بيا طيب يا دكتور هنزرع النهاردة ومع العظم ولا لا معرفش برضو أي سؤال هجاوب عليه أنه مش عارف مش أقدر أن أنجم الحالة فيها إيه لكن مش أقدر أشوف الموضوع ماشي إزاي من غير أشعة ثلاثية أبعاد أشعة ثلاثية أبعاد يعني أنا شايف العظم شايف الجزور أقدر أئيس كسفة العظم أقدر أئيس البعد بالملي بتاع الجيب الأنفي عن آخر مستوى العظم أقدر أعمل حاجات كثيرة جدا مش أقدر أعملها بلأشعة التودي وأكيد مش أقدر أعملها بأشعة العادية فلو حضرتك مريض يبحث عن زراعة الأشعة ثلاثية الأبعاد قبل أي حاجة خالص قبل ما تختار أصلاً الدكتور اللي هتروح له لازم يعني الموضوع ما فيهوش هزار وإن كان حد بيسمعنا وقولك أنا بشتغل بأشعة بانوراما وربنا ساطرها معاه فهو يحمد ربنا يعني دكتور ماشي يعني ماشي بس تراعي يعني تراعي الأصول تراعي الأصول والبرتوكول الطب يعني عندنا أشعة ثلاثية الأبعاد يعني دكتور أعمل فرق بينهم أصلاً في السعر مش حاجة يعني ما فيهوش فرق أصلاً تقريباً بين البانوراما والأشعة ثلاثية الأبعاد حاجات بسيطة جداً هو في الطب في أي فرع في الأسنان برضو لما ربنا يسترها معاك وإنت مش ماشي تبقى للجايدلاينز فما تتمداش قوي وتقول إنه مش لازم يعني بتقولش مش لازم بقول الحمد لله أحنا أقولنا الحمد بس تأكد إن ساطر ربنا معاك وربنا علم إن انت مخدتش بالأسباب كلها ما هي يعني إيه جايدلاين أخذ بالأسباب أيوة انت ماشي بالأسباب الصحة الزبط فما خاء انت يعني تعاملت مع ساطر ربنا بستهتر